تصريحات جاءت على هامش اجتماعات مدريد حيث يجتمع اكثر من اربعين من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الناتو الذي ستتمكن اسويد وفنلندا من الانضمام اليه بعدما تقدم في منتصف مايو بطلب للانضمام لعضوية الحلف ردا على العملية العسكرية الروسية وقد عارضت تركيا العضو في الحلف انضمام البلدين متهمة خصوصا استوكهولم وهلسينكي بإواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني الا انها اعطت الضوء الاخضر لانضمام البلدين بعد مناقشات طويلة وسيسمح هذا الاتفاق لدول الحلف باظهار وحدتها ويحتاج الانضمام الرسمي للبلدين الى ان توافق عليه برلمانات الدول الاعضاء الثلاثين والى جانب اوكرانيا ستتيح اجتماعات اليوم لنيتو اعتماد مفهومه الاستراتيجي الجديد الذي يشكل اول مراجعة لخارطة الطريق المنتهجة منذ العام الفين وعشرة وافترض ان يتطرق للمرة الاولى الى التحديات التي تطرحها الصين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة